بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لخدير الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل الطغاة المتجبرين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان يا مجاهدين الأبطال ومقاتلين الأشداء يا أمتنا الإسلامية والعربية يا أحرار العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد 42 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المجيد يواصل مجاهدون عمليات الدفاع والتصدي للقوات الصهيونية الغازية التي تتوغل في مدينة غزة من عدة محاور وتستمر في التوغل في غرب بيت لاهية وفي بيت حانون شمال قطاع غزة حيث تمكن مجاهدونا خلال الأربعة أيام الأخيرة من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية صهيونية وإخراجها عن الخدمة تنوعت بين دبابات المركافة وناقلات الجند والجرافات وذلك عبر استهدافها بالقذائف المضادة للدروع من نوع الياسين 105 وعبوات شواض وعبوات العمل الفدائي كما استهدف مجاهدونا بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص تجمعات وأفراد من قوات العدو الراجلة أو المتحصنة في بعض البنايات وتمكد مجاهدونا في عمليتين منفصلتين قبل ثلاثة أيام من الإجهاز على ما لا يقل عن تسعة جنود صهاينة خارج آلياتهم كما دمر مجاهدونا شمال غرب بيت لاهية صباح أمس جبين عسكريين للعدو بالقذائف المضادة للدروع وتمكن مجاهدونا بالأمس أيضا من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة للعدو في بيت حانون عبر استهدافها بالقذائف المضادة للتحصينات والأفراد ما أدى إلى قتل وإصابة جميع من تحصن فيها كما يواصل سلاح مدفعية ذك تحشدات العدو في مناطق التوغل أو مناطق التجمع داخل غزة وفي محيطها بالصواريخ قصيرة المدى من طراز رجوم وقذائف الهاون كما استهدف سلاح المدفعية مواقع في المدن المحتلة أبرزها تل أبيب وعسقلان بالرشقات الصاروخية وإننا في حين ننشغل بالتصدي للعدوان وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة في أرواح جنوده وضباطه وآلياته تنشغل قوات العدو المجرم في الإمعان في قتل المدنيين من الأطفال والنساء والمواطنين الآمنين في بيوتهم وأماكن نزوحهم وتستمر في انتهاك كافة الحرمات واقتراف جرائم الحرب من اقتحام للمشافي والمراكز الصحية والمؤسسات المدنية بحثا عن إثبات أكاذيب واهية ومراكز قيادة متوهمة ويواصل جنود العدو تحت حماية أرتال الدبابات والمجنزرات وأسراب الطائرات والمسيرات الاستقواء على جثامين الشهداء وعلى المرضى والجرحى والطواقم الطبية والأطفال الخدج والنازحين المدنيين إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وبعد 42 يوما من المعركة نؤكد على ما يلي أولا إن إنجازات مجاهدين في الميدان هي قتل ضباط وجنود العدو وتدمير آلياته ومدرعاته فمجاهدون يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع لشارع ويلتفون خلف قواته ويسددون ضربات قاتلة ضدها فيجبرونها على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها باستمرار وإننا أعددنا أنفسنا أنفسنا لدفاع طويل ومستمر ومرن ومن كافة الاتجاهات وإن كل وقت تقضيه قوات الاحتلال في غزة سيكبدها الخسائر المتواصلة بقوة الله وقد وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات الاستهداف والتدمير لآليات العدو واستهداف جنوده وسنعرض منها المزيد تباعا بإذن الله تعالى ثانيا إنما يبحث عنه المجرم الفاسد نتنياهو وقيادة حربه الجبناء في مجمع الشفاء ومشافي غزة هو أمر مثير للسخرية فهم يبحثون عن سراب يدل على عجزهم وغطرستهم الجوفاء وإن دخول قوات العدو النازية بالدبابات لمجمع طبي للاستعراض بالقوة والسيطرة هو أكبر دليل على فشلهم وهزيمتهم كما أنه فضيحة لكل المنظومة العالمية من أدعياء حقوق الإنسان والقانون الدولي ثالثا نحيي السواعد الضاربة من أبناء شعبنا ومقاتليه في الضفة الغربية ومن مقاتلي أمتنا الذين هبوا للإنخراط في معركة طوفان الأقصى في فعل متصاعد ومتواصل وندعوهم للتصعيد من الضربات الموجعة لهذا العدو النازي المجرم في كل الجبهات والساحات فكل ضربة توجه لخاصرة هذا العدو في حربه ضد أهلنا وشعبنا هي ضربة مؤلمة ومؤثرة ستجعل العدو يدرك بأنه يحارب شعبا واحدا وأمة واحدة ترفضه وتعمل على مقاومته وكنسه عن أرضنا ومقدساتنا رابعا نقول الجمهور العدو الذي يتعرض للتضليل من حكومته الفاشية إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا وهم أكثر مما تتوقعون بكثير أما بخصوص أسراكم فإننا أردنا أن تكون هذه القضية قضية إنسانية فمن دوافع ومفجرات عمليات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر هو هجمة حكومتكم المتطرفة المجرمة على أسرانا في السجون وقد عرضنا إتمام صفقة تبادل منذ بداية المعركة لحل هذه القضية الإنسانية وحاولنا ونكافح للحفاظ على حياة أسراكم فنجحنا أحيانا ولم ننجح في أحيان أخرى بفعل القصف الهمجي لجيشكم لكننا نحيطكم علما بأن قيادتكم يبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع كرون أراد أو القتل كنخشون فاكسمن أو النسيان والإهمال كشأول أرون وهدار جولدن ختاما يا أبناء شعبنا العظيم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتتم في وجه الطغيان سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر المطهر من دنس قاتليكم سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متخاذل وجبان ومدع للإنسانية سلام عليك يا شعبنا العظيم وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة